بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومحمد وعلى آله وصحبه الدارس الكريم الدارس الكريمة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نواصل في دراستنا للمدخل لدراسة القانون وتوقفنا في الحلقة الفائتة في مصادر التشريع وذكرنا أن مصادر التشريع تشتمل أولا على المصادر الرسمية وهي التشريع بالنسبة للتشريع فإن التشريع في السودان قد يكون اتحاديا وقد يكون ولائيا فالتشريع الاتحادي هو الذي يصدر عن المجلس الوطني ورئيس الجمهورية لينفذ على سائر البلاد أما التشريع الولائي فهو الذي تصدره المجالس التشريعية بالولايات أو يصدره الوالي ومما يجدر ذكره أن دستور السودان الحالي لسنة 1998 وجيز بواسطة استفتاء عام أما مشروعات القوانين العادية فيجوز أن يقدمها للمجلس الوطني رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء أو أي وزير اتحادي أو أي لجنة من لجان المجلس الوطني والقانون الذي يجيزه المجلس الوطني لا بد لنفاذه من توقيع رئيس الجمهورية عليه بعد سلاثين يوما من رفعه إليه فإذا لم يوقع عليه وفي حال غياب المجلس الوطني يجوز لرئيس الجمهورية إصدار القوانين العاجلة بمراسيم مؤقتة تكون لها قوة القانون على أن يعرض على المجلس فور انعقاده وهناك مسائل لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار تشريع مؤقت بخصوصة وهي المتعلقة بالحريات والحرمات والحقوق الدستورية والعلاقات الاتحادية الولائية أو أحكام الانتخابات العامة أو الأحكام الجنائية أو المالية أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعدى حدود الدولة والقانون عندما يصدر تقوم وزارة العدل بنشره في الجريدة الرسمية ولا يكون نافذا إلا بهذا النشر ومن المعلوم أن القانون لا يسري بأثر رجعي إلا إذا كان أصلح للمتهم وذلك بناء على قاعدة عدم رجعية القوانين ومن مصادر التشريع الشريعة الإسلامية وسنتناول هذا المصدر مع بيان مصادره نفسه الشريعة الإسلامية نص مشروع دستور السودان لسنة 1968 على أن مصادر التشريع هي الشريعة الإسلامية والعرف كما أن دستور السودان لسنة 1998 نص في المادة 65 على أن مصادر التشريع هي الشريعة الإسلامية وإجماع الأمة استفتاءا ودستورا وعرفا هي أيضا مصادر التشريع ولا يجوز التشريع تجاوزا لتلك الأصول إضافة إلى هذا فإن قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983 ألزم المحاكم بالرجوع والالتزام بأحكام الشريعة وكذلك قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 ألزم المحاكم بالرجوع والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وكذلك قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 المادة 6 الفقر 2 نص على أنه في حالة عدم وجود النص تطبق المحاكم أحكام الشريعة الإسلامية والمبادئ التي استقرت قضاء في السودان والعرف والعدالة والوجدان السليم إن أكثر الفترات التي نوقش فيها دستور إسلامي في السودان وتمت كتابة مذكرات حول هذا الأمر في العام 1968 وكان ذلك بواسطة اللجنة الفنية للدراسات الدستورية والتي تم تشكيل من أساتذة كبار متخصصين في الدستاتير والقوانين الوضعية والشريعة الإسلامية وغذبت الآن وبما لا يدع مجارا للشك أن الدستور الإسلامي هو الوضع الوحيد الذي يحقق فاعلية وتفاعل وثبات في المجتمع السوداني وقد ازدادت الحاجة لذلك الآن بعد انفصال جنوب السودان انفصال جنوب السودان جعل التركيب السكانية دين في 98% منها بالدين الإسلامي والدستور الإسلامي لا يصادم بالتأكيد غير المسلمين لا يصادم لهم أي عقيدة دينية بل يضمن حريتهم ويتسع لكثير من الأفكار والأوضاع الديمقراطية السائدة في مثل المجتمع السوداني وكل ذلك يرفض ما تتحلى به طوائف المجتمع من تسامح وتوادد وتراحم وتعاطف وروح سودانية أصيلة إن الدستور اللا ديني كما قالت اللجنة الفنية للدراسات الدستورية في مشروع الدستور الإسلامي لسنة 1968 لا يحقق لغير المسلمين إلا ذات الحرية التي يحقق الدستور الإسلامي كما أن الدستور اللا ديني يصادم الآن مصادم صريح وظاهر عقيدة الأغلبية وبما أن الدستور هو أبو القوانين فإنه إذا استقام على الشريعة الإسلامية استقامت بقية القوانين عليها وعلى العدل الإلهي الذي تشمل لقد جاء في مذكرة اللجنة الفنية للدراسات الدستورية عن مشروع الدستور الإسلامي لسنة 1968 ما يلي الدين الإسلامي إنما هو عقيدة وعبادة ومعاملة وهو أيضا قانون ونظام دولة فنصوص القرآن والسنة تنظم كل جوانب حياة الفرد والمجتمع وغد يوجد كل هذا في نصوص قرآنية واضحة وما عند الله خير وأبقى للذين آمن وعلى ربهم يتوكلون واندفاع في العمل والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون وهذه أخلاق المعاملة والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة هذه عبادة وأمرهم شورى بينهم اشتراك في الحكم ومما رزقناهم ينفقون توزيع للثروة والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون الدفاع والعلاقات الدولية مصادر التشريع الإسلامي الشريع الإسلامية لها مصادر متفق عليها هي القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس ومصادر غير متفق عليها وهي الاستحسان المصالح المرسلة الاستصحاب شرع من قبلنا مذهب الصحابي سد الزرائع وسنتناول جميع هذه المصادر بإيجاز أولا القرآن وهو كتاب الله الذي أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين بألفاظ عربية دونه المسلمون بين دفة المصحف مبدوءا بسورة الفاتحة مختوما بسورة الناس وهو حج على الناس كافة وهو معجزة الله التي تحدى بها الناس أن يأتوا بمثل عباراتها وأحكامها ونظرياتها ويتضمن القرآن أحكاما خلقية واعتيادية وعملية وهو مقسم إلى مك ومدني حسب نزوله في مكة والمدينة ثانيا مصادر القرآن مصادر الشريعة الإسلامية السنة النبوية وهي ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وهي مفسر لما جاء مجملا في القرآن الكريم ولا تتناقض معه وقد نهى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عن الكذب عليه في حديثه المعلوم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقد جمعت في كتب الصحاح وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داوود والنساء والترمزي وابن ماجة ومسند أحمد بن حنبري والأحاديث تقسيمات بتبسيط كالآتي الحديث إما متواتر وهو ما ترويه جماعة عن جماعة وإما مشهور وهو ما يرويه الصحابي ثم تتناقله الألس من جماعة لجماعة وإما حديث آحاد وهو ما يرويه الأفراد أما الحديث المرسل فهو الذي يرويه الصحابي من الذين سبقوا في صدقهم وقد نشأ علم الحديث ومصطلح الحديث لوضع القواعد التي يوزن على أساسها رواة الأحاديث النبوية ثالثا مصادر الشريعة الإسلامية الإجمع وهو ما من المصادر التبعية غير النصية إذ النصية هي الكتاب والسنة والإجماع هو ما اجتهد فيه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين للوصول لحكم شرع فيه وذلك فيما استجد من مشكلات بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فإجمع هؤلاء الصفوة من أهل الحل والعق يعتبر مصدر من مصادر التشريع حيث لا تجمع الأمة على ضلال أو باطل ويعرف الآن في عصرنا الحاضر بالاجتهاد الجماعي الذي يتغلب فيه رأي الأغلبية على الأقلية رابعا القياس وهو في اصطلاح الأصوليين الحاق واقعة لم ينص على حكمها بواقع ورد نصب حكمها وذلك لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم فالقياس مظهر وكاشف للحكم لا مثبت له ولا قياس على أحكام الشرع المتعلقة بالعقائد أو العبادات ولا أحكام الحدود ولا على مثبت على خلاف القياس خامسا الاستحسان وهو من المصادر المختلف عليها وهو اعتبار الشيء حسنا وعند الأصوليين هو عدول المجتهد عن مقتضى قياس جلي إلى مقتضى قياس خفي أو عن حكم كل إلى حكم استثنائي لدليل إن قدح في عقله رجح لديه هذا العدول سادسا المصالح المرسلة آية المطلقة وهي التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها ولم يرد دليل شرعي على اعتبارها أو الغائها وسميت مرسلة لأنها لم تقيد بدليل اعتبار أو دليل إلغاء ومنها الضرورية التي لا يستغني عنها الناس والحاجة وهي دون الضروريات وتحسينية ترجع إلى مكارم الأخلاق كالطهارة وأخذ الزينة وتجنب الإسراف سابعا الاستصحاب وهو أحد مصادر التشريع الإسلامي غير النصية ويقصد به استبقاء الحكم الثابت في الزمن الماضي على ما كان عليه واعتبار موجودا مستمرا إلى الآن إلى أن يوجد دليل يغير أو يرفع وتقوم نظرية الاستصحاب على أربع قواعد الأصل في الأشياء لباحة للمنع الأصل براءة الذمة الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه حتى يثبت ما يغيره اليقين لا يزول بالشك وكثير من هذه القواعد وردت في القوانين السودانية ثامنا شرع من قبلنا هناك كتب سماوية نزلت قبل الإسلام كالتوراة والإنجيل والزبور ويرى جمهور الفقهاء أن المقصود من الآيات التي يفهم منها أن شرع من قبلنا هو شرع لنا لنما هو إدقان أسس تلك الشرائع التي سبقت الإسلام في التوحيد وعلاقة الرسل بالله وعلى الرسل بالعباد تاسعا مذهب الصحابي ومذهب الصحابي من قول أو فعل يقصد به أن يصدر عن الصحابي الفقيه المفتي الذي ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أو أكثر واشتهر بالفقه والفتوى ويحدث في شأن يوافقه عليه إخوان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد عاشرا سد الذرائع ومقصود به إعطاء الوسائل أحكام المقاصد والغايات فقد درج بعض الفقهاء أن يجعلوا من حكم الوسيلة أو الوسيلة فرعا من الحكم على الغاية فإذا كانت الغاية مصلحة كانت الوسيلة جائزة ومشروعة وإذا كانت الغاية مفسدة كانت الوسيلة محرمة وغير جائزة وبما أن العرف هو مصدر من مصادر التشريع ومصدر الشريعة الإسلامية فسنتحدث عنه على سبيل العموم ثانيا العرف وهو من مصادر التشريع الأساسية وهو سلوك أو تصرف تعارف الناس عليه واعتادوه بتكرار مراعاته زمنا طويلا وللعرف عنصران مادي ومعنى فالعنصر المادي هو اعتياد الناس عليه والمعنوي هو إحساس الناس بضرورته ولزومه والعرف قد يكون لفظيا وقد يكون عرفا عمليا والعرف يختلف عن العادة هبي كما يختلف عن التقاليد تراديشنز إذ أن العادة تستمد قوة من قبول الأطراف ذوي الشأن بينما يستمد العرف قوة من اقتباس القانون له وصيرورت جزءا منه يأخذ القاضي والعرف يأخذ القاضي علما قضائيا به جوديشيال نوليدش خاصة إذا أخذته المحاكم فلا يحتاج لإثباته أما العادات والتقاليد فليس من الأشياء المطلوب أن يأخذ بها القاضي علما قضائيا وللعرف قوة القانون غير أنه ينبغي أن لا يتعارض معه كما أنه في حالة وجود التشريع فلا حاجة للبحث عن العرف إلا لأغراض التعزيز وتقوية الحج فقط وقد ساقى الفقهاء المسلمون قواعد فقهية تتعلق بالعرف كقولهم المعروف عرفا كالمشروط شرطا العادة شريعة محكمة التعيين بالعرف كالتعيين بالنص الحقيقة تترك بدلالة العادة أو كقول القاضي شريح في عهد سيدنا عمر بن الخطاب للغزالين سنتكم بينكم أي اتبعوا ما تعارفتم عليه في معاملاتكم نأتي إلى المصادر غير الرسمية وتتمثل في قواعد العدالة والإنصاف وأحكام القضاء والسوابق القضائية وشروحات الفقهاء أولا قواعد العدالة والإنصاف وهذه القواعد تطبق عدالة في حالة عدم وجود نص تشريعي أو عرف وترتبط مع العدالة قاعدة الإنصاف والوجدان السليم التي نص عليها قانون الإجراءات المدنية السوداني لسنة 1983 حيث نص حيث تطبق هذه القاعدة في الأحوال الشخصية وما يتعلق بالوصايا والتركات وقاعدة الأمان المرتجع وهي قاعدة تعني أنه يجوز لصاحب الحق الأصل إذا أودع أو سجل حقه باسم آخر لعلاقة أسرية أو غيرها أن يرجع عليه بالضمان وحتى لا تهتز قاعدة الإنصاف والوجدان السليم فإننا نرى أنه في حالة الأمان المرتجعة لا بد من التدقيق بواسطة المحاكم لأن أكثر الذين يسجلون الأموال والعقارات في أسماء آخرين هم إنما يريدون إخفاء مصدر هذه الأموال التي غالبا ما يكون اكتسابا لم يكن اكتسابا شريفا وقد سمى جستنيان قاعدة العدالة والإنصاف والوجدان السليم بالعدالة المثالية وجمع أركانها في حكم مشهورة لا تؤذي الغير عش شريفا وأعطي كل ذي حق حقه وهي تنسب إلى الوجدان لأنها تصدر عن الضمير ومخافة الله وحده ثانيا أحكام القضاء وأحكام القضاء من المصادر غير الرسمية ولكن كم من قاعدة قانونية كانت نتيجة لتنبيهات القضال المشرع والتي يثيرون أحيانا بطريقة عابرة في مداولاتهم وهي تصدر في سياق الحيثيات أو المناقشة ولا تعتبر جزءا من الحكم ثالثا السوابق القضائية وهي تعني ارتباط المحاكم الدنيا بالأحكام التي تصدر من المحاكم العليا وهذه السوابق كانت محل اعتبار كبير قبل التوسع في إصدار القوانين والنصوص رابعا شروحات الفقهاء فهي في مجال الشريعة الإسلامية والقوانين والفتاوى اجتهادات وأفكار توضع محل الاعتبار وليس الإلزام والفقيه حر في آرائه فإن كانت معقولة أخذ بها الشرع وإلا فلا والفتوى غير الحكم إذ الحكم ملزم ومبني على قانون معين بينما المفتح حرف المصادر التي يأخذ منها الحكم لحل نزاع بين طرفين والفتوى نفسها قد تكون بلا نزاع وإنما لتبيين الرأي في أمرها هذه هي المصادر الرسمية والمصادر التي ذكرناها عن التشريع ونتوقف في هذا الحد الدارس الكريم الدارس الكريمة إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة